معك بالنادي الاهلي وتعاقد النادي الاهلي مع صفقتين اخرهم النهاردة او تم الاعلان النهاردة عن رضا سليم قبل كده امام عشوره النهاردة رضا سليم صفقتين من العيار الثقيل من وجهة نظري طبعا شايف ان هم النادي الاهلي حيستفيد منهم بشكل كبير كيف انظر ابو مسلم للصفقتين دول تحديدا انت خلي بالك انا اول واحد تنبقت في مصر من موضوع امام عشور عشان تمان من زمان حتى مع طري السايد حتى كان الموضوع مع طري السايد كانت تريند من 3-4 ايه طري السايد كان يقول لي مستحيل هو زمالكاوي ويجي نادي الاهلي تقول لا ده اول واحد هيجي فارا شايف لا امام عشور صفقة قوية جدا انت بتتكلم لعيب عنده مكانيات علش هل من الممكن ان البعض انا حيالا اتصور مثل هذا الكلام لانه انا بجد ان يقولك ايه نادي الاهلي بيعمل كده عشان يكيد نادي الزمالك يعني جاب اتمام عشور عشان يكيد نادي الزمالك طبعا انا هجيبه ليه وهكلف المبلغ ده كله عشان يكيد نادي الزمالك حاجة غريبة جدا حاجة مستحيل هي الاحتراف الاحتراف داتي بقاش كده كابتان اسلام وبالعواطف ما بقاش ازاي الاول زمان كان يقولك اللعيبة بتنتمي للنادي ولقتي للكيان دلقتي بقى احتراف صحيح سوق مفتوح ماركت انت هتدفع لي كيام هاخد كيام اقام من ازاي تاني حاجة الاستفاد منك ازاي كنادي هستفاد منك انا كاللعيبة بقى زكي ادارة ازاي هتعملني ازاي مين اللي يقدر يحميني مين اللي يقدر يشتغل مرتبتي هتخشيلي في الوقت المعين فدي كلها اللعيبة لازم بتحطها قدامها صحيح انا هخش تاني هخش معركة هنك النحة تانية ازاي او في اتجاه تاني ازاي ما فيش هلوس في مشاكل فيه كل شوية ممكن اتعال علي انا اشاعة لان رجل بتعكزها وبروح في حتة فلانية فلا ده كلها اللعيب لازم بيكون زكي وخلي بالك يعني امامة قرص محيطة لكتير وثلاثة اربعة لعيبة تانية احنا بنتكلم بس امام لأ من ناحية الفنية لعيب مميز جدا لعيب قوي يديف النادي الاهلي بشكل مميز جدا بيلعب رقم تمانية يلعب عشرة يلعب بيلعب ههوف يمكن لعب بكريت هفرلي هفليفت فدي كلها امكانيات عند امام عشور فانا شايف لأ صفقة قوية جدا